أجرى فريق طبي تطوعي كويتي يضم السشاريين في تخصصات طبية مختلفة عمليات جراحية دقيقة وبسيطة لأكثر من 200 لاجئ سوري بالأردن على مدى أربعة أيام وتأتي زيارة الفريق الطبي حياة ضمن القافلة الثانية التي تسيرها جمعية قوافل للإغاثة والتنمية بدعم من متبرعين ومحسنين من أهل الكويت بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن اللاجئين وتقديم الرعاية الطبية للمرضى منهم وبهذه المناسبة قال سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحان اليوم عقب لقائه رئيس وأعضاء الفريق أن الكويت سباق في ميادين العمل الخيري والإغاثي ولافتا إلى أن الكويتيين يستمدون عطاءهم وبدلهم في الأعمال الإنسانية من توجيهات قائد العمل الإنساني سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ومشيدا بالحركة تطوعية الكويتية التي تعكس الحرص الشعبي على دعم الأشقاء اللاجئين والمتضررين ترجمة نانسي قنقر